طيب احنا كنا بنتكلم في نقطة أسسية وبالتالي أم محمد ابنك بدأ يشد حيله شويتين لأن حضرتك ربتي وحطيتي زي ما بيقولوا كده ايه ربتي من غير مرونة يعني ما كنتش مرنة وانت بتربيه والمرونة معناها ان العيال بتتصاحب على فكرة يعني نتخذه كصديق فاهم بيبقى لذيذ جدا ولد كان دور خمس سنين كده يجي البابا هو بتاع قاعدين مع بعض كده فبابا بيقول له مش انت صاحبي قال له اه انا متخذك كصديق فمعنى الصداقة معناها حوار ونقاش معناها مش أوامر مش قواعد طيب انت عاوزة تشهلي وتخلصي كل حاجة بسرعة لا ما فيش حاجة تتخرب لو تأخرت يوم او اتنين ما فيش حاجة تتخرب لو احنا صبرنا ما فيش حاجة تتخرب لو احنا هدينا عصابنا ما فيش حاجة تتخرب لو ما تصلحتش النهاردة تصلح بكرة تصلح بعدو تصلح كذا طالما عندي هدف وحاطت خطة لهذا الامر ليه لان يبلك اول ما يوصل لسن 12 هيبقى زي الشرارة هيطلع القطة الفاتصة فيكم يعني هي القطة الفاتصة يعني هيبقى نقاد عن حق هيبقى بيقول اخطاء بتقعوا فيها زي الاخطاء اللي بيقع فيها هيقول لكم خلاص اشياء خلاص ونواقس موجودة في تركيبة الشخصية بتاعت حضرتك وبيبقى حقيقي بس طبعا الاسلوب هيبقى فيه اندفاع هيبقى فيه نوع من انواع يعني الشدة وبالتالي عاوزة ترجعها محمد لحضنك يبقى تواصل حوار ونقاش وربط الاداء بالسلوب بتاعه مش حاجة صادحة لأ العواقب الطبيعي اما اقول كلمة طيبة ربنا بيكرمني بحسنة اقول كلمة سيئة ربنا يعني اعتوك تب سيئة خلاص وبالتالي تعاملي معاه من ان هو اللي بيعاقب نفسه وان هو اللي بيدي نفسه اللي هو عاوزه وكلما يطلب منك شيء جديد بتتفتح العيون والعقول ان انا هربط ده بايه في الاداءات بتاعته عشان يقدر يوصل للي هو عاوزه بالقطع الاسلوب ده انتي وبابا محمد لازم يوم بيه بابا محمد محتاج يتصاحب برضو مع محمد دايما بقول دايما للولاد بيبقوا ايه محتاجين ساعة من الاب كده في الاسبوع يتكلموا يتناقشوا ياخدوا يدوا البطاطس بقى سارع كام بلاش البطاطس بسارع كام الروز ده كان حلوة ولا وحش ولا بفا اي حاجة من غير توجيهات كثيرة احنا مش مهمتنا التوجيه مش مهمتنا ان احنا نمسك اخطاء مش مهمتنا ان احنا نعدل العوك احنا مهمتنا ان احنا ناخد ايالنا كده واحنا مسكينهم في ايدينا خلاص يعني بيصل في بعض اوقات شوف انا بقول لكم يعني الحنو ده في المسكة في بعض الاوقات ألاقي حد عيعدي الشارع استنى ما يفضل لا وهو معمول وشادد الواد والوادور وقيد الولاد بتوجعه والاب حريص على ابنه انه هو لا يصاب لكن ايه الرسالة اللي بتوصل له ان ابوه جديد عصبي نرفوز اي رسالة وبالتالي بتلاقوا ان الاصدقاء يبتدوا يسمعوا منهم ويبتدوا يعرفوا وتبتدوا تقولك انا اعرف اصحابي يعرفوا اكتر طب ضمامة صحبتي بتوافق على كذا وكذا 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 ده مامة صحبتي بتعمل كذا وكذا وكذا لمي بقى لني واجهي مجتمع انت بقى ساعتها ما بتتكلميش مع بنتك انت بتواجهي مجتمع كبير واسع حي يقولك طب انت الصح وكل المجتمع ده غلط اما يلبسوا بلطلون اي مكان البلطلون اللي بيلبسوا تماني يعني هو بقى فيه يعني تقطيع البلطلونات ده والموضة بتاعت البرندات والحاجات دي طلعا خلصت واحنا كان مجتمع تابع لازم نعمل كده لازم نلبس ونبقى شاكة يعني ونبقى شيك جدا وكل لما زادت القاطعة كل لما الواحد كذا ففيه اباء بيتكسفوا من اولادهم في بعض اوقات انهم يخرجوا معاهم في الحاجات دي فبتدوا يتناقشوا معاهم طب ما تنزل الشارع ويشوف شوف عدد الناس اللي بيلبسوا بلطلونات لحد النهاردة ما فيهاش اطوعه وعدد الناس اللي بتلبسوا يهم اطوعه يبتدى الطفل يصدم باباه بانه مرباش يصدم باباه انه معلموش يصدم باباه انه هو والامهات والابا يقولوا ايه علمناهم الصلاة من الاول علمناهم كذا شافونا واحنا بنصوم سافونا كذا انا ما خدش من مالي اي حاجة حرام لكن الاسلوب والطريقة في التربية للأسف ليس لها علاقة بالعبادات اللي سيادتك كنت بتقديها يعني من اجمل ما يمكن من اوقات تقضيها اب كان عن صل الفجر اولاد بقى اللي عاوز ايه المصروف بتاع المدرسة يصلي معايا الفجر تلاقي العال ايه بقى بيتهجدوا مش بيصلي الفجر عشان يلحقوا باباهم يبقى وهو بعد ما صلاة الفجر تخلص فترتبط صلاة الفجر بالعطاء وترتبط معاني اخرى كتيرا ترجمة نانسي قنقر